اليوم ونحن في اليوم 323 من الهمجية الصيونية ضد غزة استمر القتل استمر التدمير استمر التجويع استمر قتل الإنسان ببشاعة قلة لها نظير أو ليس لها نظير في كثير من الحالات لم يقتل من الأطفال والآن يقترب العدد من 20 ألف طفل لم يقتل في أي نزاع عالمي منذ أن بدأ يكتب التاريخ لم يقتل 20 ألف طفل بهذه البشاعة بقنابل مدمرة في ظرف عشرة أشهر ونصف ناهيكة عن أكثر من عشرة ألاف إمرأة يمكننا قلوا أطفال بعضهم عمروا ثلاث أيام يومين أربعة أيام وبعضهم كانوا أجنة في الحقيقة لم يولدوا بعد أو كانوا على بواب الولادة همجية قل لها نظير بكل ما تعنيه الكلمة وهذه الهمجية تستمر الولايات المتحدة تضغط بشدة تضغط على قطر وتضغط على الصهيوني حاكم القاهرة حاكم مصر لكي يضغطوا على المقاومة الفلسطينية لكي تقبل صفقة في الحقيقة هي استسلام وليست صفقة الولايات المتحدة اللي كانت قدمت مشروع بايدن في ماي ثم مشروع مر حتى على الأمم المتحدة على المجلس الأمن في 2 يوليو وقابلت به المقاومة ولكن المشروع أو الصفقة اللي قال عليها يومها بايدن من أنها مشروع إسرائيلي هو خرج يتحدث عليه وكأنه وزير خارجية لإسرائيل وهو المفروض أنه رئيس الإمبراطورية رفضته إسرائيل برغم بايدن أنه قال هذا المشروع إسرائيلي قابلته المقاومة هذا المشروع اللي كان أو مشروع الصفقة في 2 جوليو اللي فات طبعا أدخلت تعليلات كبيرة جدا على المشروع ويقال للمقاومة أن تقبل به المقاومة قالت بصرح العبارة أنها لن تقبل بهذا المشروع ولن تقبل بوجود إسرائيلي داخل غزة ولن تقبل بشروط تدحكم بمقتضاها إسرائيل في المرور داخل غزة وخاصة لن تقبل بوجود عسكري إسرائيلي أو غير عسكري داخل غزة كيفما كان خاصة في معبر بلادلفيا معبر رفح وشريط بلادلفيا وأيضا شريط نتساريم ليقسم غزة إلى شمال وجنوب ضغوطات رهيبة والمقاومة تتعرض لضغوطات رهيبة ليس فقط من صهينة مصر ومن القطريين ولكن أيضا من صهينة العرب الآخرين على رأسهم الفلسطينيين الذين يقودون ما يسمى في السلطة الفلسطينية أو ميليشيات عباس اللي هي في خدمة الكاين الصهيوني ولتقدم معلومات وتنسيق أمني ومعلومات كثيرة وكثيرة جدا لإسرائيل سوى داخل الضفة الغربية أو في غزة قبل أقل من أسبوعين كانت المقاومة أعلنت على إلقاءها القبض على عدد من هؤلاء الفلسطينيين العملاء اللي هما في خدمة إسرائيل وكثير منهم تم توظيفهم من طرف ميليشيات عباس من طرف ميليشيات عباس تستطيع أن تقول أنت أيها الجزائري اللي رك موجود في الجزائر في أي مدينة كنت حتى خارج جزائر من أن هذه الميليشيات تمولها أموالنا أموال الشعب الجزائري بمعنى أن أموال الشعب الجزائري لتقدمها عصابات الحكم في الجزائر إلى ميليشيات عباس تقوم ميليشيات عباس بمقتضاها دفع هذه الأموال إلى مخابراتها وشرطتها وأجهزتها وإداريها اللي يقوموا هما بخدمة إسرائيل بتقديم معلومات أو تقديم أشخاص أو اعتقال أشخاص أو تعذيبهم إلى الكائن الصريوني أي أننا بطريق غير مباشر نقوم بتمويل الميليشيات على الميليشيات تمويل مباشر بطريق غير مباشر نقوم بدعم الكائن الصريوني ويقول لك نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلمة في كلام لا معنى له إذن صهاينة العرب الآخرين سوى في السعودية أو في الأردن أو في الإمارات إضافة إلى القاهرة يضغطونها وبشدة شفنا أمس كيف أن موانئ مصرية خمسة موانئ في الحقيقة تقوم بضخ السلع إلى الكائن في وقت منع الحوثيون ذلك وشفنا من قبل الإمارات والأردن اليوم تكشف أن في الأردن أن عمال أردنيين يدخلون إلى الكائن الصريوني بدل العمال الفلسطينيين كبديل لهم لأن النظام الأردني يضمن هؤلاء العمال الأردنيين من أنهم لن يقوموا بأي شيء أو بأي إشكال داخل الكائن الحقيقة أن هناك تاريخ طويل وعميق على خيانات هؤلاء ولكن هذه المرة الشيء الجديد فيها هي أنها تظهر أمام العالم أجمع وتظهر أمام المسلمين وتظهر أمام شعوبهم كيف أن هذه الأنظمة تحولت لحارس مجرد حارس مجرد شامبيت في خدمة الكائن هذا غير مسبوك في تاريخ الشعوب يعني في الغالب مثلا عندما كانت ثورتنا في الجزائر كانت الشعوب المجاورة لنا أخواننا المجاورين لنا سواء أيام الاستعمار أو بعد أن خرج الاستعمار من عندهم مثلا في تونس والمغرب بشكل أساسي ولكن أيضا في ليبيا وغيرها كانوا يقدمون لنا الدعم اليوم غزة وفلسطين عموما وغزة خصوصا الأنظمة المحيطة بها تقدم الدعم لآسيرها للمحتل للاستعمار للصهاينة شيء غير مسبوك في حرب فيتنام ضد أمريكا كانت الصين وروسيا على خلافاتهم كانت الصين والاتحاد السوفياتي على خلافاتهم يقدمون الدعم للفيتنام في كل مكان حتى في حرب الطالبان ضد تحالف الغربي على رأس أمريكا كان الصينيين والروس يقدمون سرا يقدمون دعما للأفغان أيام الاتحاد السوفياتي واحتلال لأفغانستان كان الغرب يتقدم دعما مباشرا للأفغان ومع حتى الأنظمة العربية كثير من الأنظمة العربية اليوم أوكرانيا الغرب يقدم لها طائرات الـ F-16 وآخر ما انتجته التكنولوجيا الغربية من أسلحة في مواجهة الغزو الروسي إذن وضع غزة في الحقيقة استثنائي ليس فقط أنها تبغرافيا ليس لها جبال ليس لها تبغرافيا تساعد أو جغرافيا تساعد على المقاومة لكن الأخطر من ذلك أن كل من يحيط بها لا يقدم لها مساعدة بل يقدم مساعدة للدولة أو للكيان الذي يحتلها هذا شيء استثنائي مع ذلك فإن هذه المقاومة أثبتت ومتزل اليوم مثلا أعلن الكيان بمقتل ثلاثة من ضباطه الحقيقة أن ما تسمع أن مقتل ثلاثة في المعدل هو مقتل ما بين عشرة أو ما بين تسعة إلى خمستاش يعني يضرب في ثلاثة إلى خمسة على الأقل وأعلنوا عن جرح آخرين نضرب أيضا المعدل في حدود خمسة لأنهم لا يعلنون عن الأرقام الحقيقية أن هناك بسالة وشجاعة وصمود أسطوري للشعب الغزاوي ولمقاومة هذا الشعب أسطوري سيكتب التاريخة طويلا وستدرس كبريات الجامعات والكليات العسكرية والجامعات التي تهتم بهذا الشأن سوى في بعد الاجتماعي أو في بعد النفسي أو في بعد السياسي أو في بعد الجيوستراتيجي أو في بعد الجغرافي أو في كل الأبعاد ستدرس الجامعات وتتوقف والكليات والمراكز الحربية وغيرها كثيرا كيف فبت وصمد هؤلاء بل أنهم يبدعون أحيانا ويقومون بهجومات إغارات وحديث طويل داخل الكيان على أن نتنياهو يؤدي بهم ربما إلى التفكك جنرال أحد كبار الجنرالات يسمى بريك وهو جنرال سابق ويعتبر أهم جنرال من المحللين الإسرائيليين يتحدث على أن هذا الكيان قد يتفكه خلال سنة إذا لم تتوقف الحرب لكن بالنسبة لنتنياهو ومن معاه فإن توقيف الحرب هو سقوط الحكومة هذا لا يريدونه وتوقيف الحرب مش فقط سقوط الحكومة قد يؤدي أيضا إلى بداية محاسبة نتنياهو والبنب المنخفير أيضا وآخرين ممن أيضا ممن فقدوا تماما القدرة على مواجهة المقاومة في سبعة أكتوبر الماضي أحد هؤلاء خلنا نشوفوه خرج أحد هؤلاء خرج ودموع تغلبه بدموع كانت غالباته وهو يتحدث واستقال وأعلن رحيله وهو قائد للمخابرات العسكرية الإسرائيلية هذا هو رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية يغادر منصبه ويعتبر خلنا نشوفو في بضع ثواني أو في نصف دقيقة ما قال كل ما شعصيتي عصيتي لمعلكم ترجمة نانسي يشملوا أشياء ما هذا مدير كلهم لفكي سلخة قدم اعتذاره وبكى طويلا وهو يتحدث وكانت تغلبه دموعه وكان الحصرة والهزيمة وخروج عار أنهى وهو أحد كبار جنرالاتهم ينهي مستقبله العسكري بعار وهو أنهم يوم سبعة أكتوبر غالبتهم مجموعات مقاومة لكنها صلبة ولكنها ذات عقيدة لا تتزعزى بضرورة تغيير الوضع بضرورة تحرير الإنسان بضرورة تحرير الأرض فهؤلاء الجنرالات وجنرالات هم يدرسون في كبرى المدارس قبل أن يصبحوا جنرالات مش مثل الربوج اللي عندنا هناك كانوا قتلين في التسعينات أصبحوا جنرالات لا هؤلاء يدخلوا كبريات المدارس والمعاهد العسكرية خاصة في الغرب في الولايات المتحدة تحديدا ولكن أيضا في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والكاين الإسرائيلي في حباته لديه تكوين عسكري قوي وكبير جدا هؤلاء خسروا أمام شباب محاصر مجوّع معطل تخترقه أو عصابات عباس وغيره مع ذلك فإنهم لم يكتشفوا 7 أكتوبر وخسروا أمامهم طبعا 7 أكتوبر خسروا فرقة غزة فرقة كاملة ألف الجنود والطباط الذين خسروهم بطريقة أو بأخرى نهيك عن الاختراق وتكسير نظرية الرضا اللي بني عليه هذا الجيش الذي يرعب كل جيوش المنطقة أو كان يرعب الآن تكشفت حقيقته والحقيقة أنه ما زال يرعب ما زال يرعبهم وإلا ما كان هذا التذلل ليحدث في غزة أيضا أرسلت الولايات المتحدة أو قرب غزة حاملة طائرات جديدة لتنضم لحاملتي طائرات موجودة هناك أن أرسلت حاملة طائرات ثالثة وتسمى لينكلون على إبراهام لينكلون أحد رؤساء الولايات المتحدة الأوائل وهذه حاملة الطائرات ضخمة جدا طولها ثلثمائة وثلاثة وثلاثين متر وعرضها سبعة وسبعين متر وتحمل أكثر من تسعين طائرة تستطيع أن تحمل أكثر من تسعين طائرة مقاتلة يعني طائرات الأف 16 والأف 22 والأف 35 وآخر ما أنتجته أمريكا وعلمتها خمسالاف عسكري يعني قاعدة عسكرية متحركة ضخمة بكل ما لديها ممكانية تضاف إلى الحاملتي الطائرتين السابقتين لموجودين هناك وتضاف إلى عشرات البوارج الحربية إلى غواصات بما فيها غواصة نووية وإلى أقمار صناعية تملأ أرض غزة وما جاورها وفلسطين وما جاورها إضافة إلى جنود أمريكيين متواجدين في الدول المجاورة كلها بداية من قبرص اليونان تركيا قطر إمارات سعودية العراق سوريا الكويت عمان كل الدول مصر والولايات المتحدة لماذا تضاعف هذا التواجد العسكري لأنها تتوقع هجوما إيرانيا ولبنانيا حزب الله بالذات هذا الهجوم عاد اليوم أحد كبار شنيرالات الحرس الثوري يعتقد حتى قائد الحرس الثوري وقد قال إنه قادم انتظرون إنه قادم ولم يبقى عليه الكثير بينما وزير الخارجية عراقجي هذا وزير الخارجية الجديد في إيران قال بأنهم سيردون في الوقت المناسب وأنهم أشار أو لمح من أن الرد يقترب وزير الخارجية الإيران اعتداء الكيان سهلوني على أمننا وسيادتنا لن يبقى دون رد وردنا سيكون دقيقا ومدروسا ونأخذ جميع مسائل بعين الاعتبارات انتقامنا سيأخذ الوقت المناسب والطريقة المناسبة ولا تردد في هذا الأمر لن نقع في الفخ الذي يكون قد نصب لنا لماذا يقول وزير الخارجية الإيراني هذا الحقيقة لأن هناك رأيان داخل إيران رأي يطالب بضرورة الإسراع في الرد لأن التأخر في الرد يضعف الرد الإيراني ويضعف الشرف الإيراني حزب الله كان قال نصر الله زعيم حزب الله كان قال بأن الهجوم على إيران على ومقتل اسماعيل هنية رحمه الله لم يكن أي عمل كان مسا في الشرف إيران لم يكن فقط عمليا عسكريا واعتداء ومس بهيبة الدولة وهيبة النظام لا كان مسا بالشرف وقال أن قضية الشرف كما تعرفون في الشرق ليست سهلة الإيرانيين عموما كما قلت هناك رأيان رأي يقول من أن يجب لا نقع في الفخ وهنا ما يعبر عنه وزير الخارجية وهذا طبيعي أن وزير الخارجية باعتباره دبلوماسي يقول كلام أخف من الرأي الآخر الذي يقودوه جنيرالي الحرس الطوري لكن هناك انقسام حقيقي في إيران الانقسام بين تياران أو بين تيارين ورأيين رأي براغماتي كان دايما موجود داخل النظام الإيراني ويقول أن ينصب لنا فخ أنه إذا قمنا بالرد فإن الولايات المتحدة قد تقوم مع إسرائيل أيضا بتدميرنا تدميرا كاملا وهذا محتمل وخاصة تدمير المشروع النووي ورد يقول أن عدم ردنا هو تدمير لنا لأن الرد علينا لدينا خاصة لكنا قد أعدنا بناء في أفريل الماضي عندما ردينا على إسرائيل قد ينهار تماما وأن نظامنا مبني على عقيدة ومبني على إيديولوجيا ومبني على مصداقية ما نقول وأن المرشد في ذاته خرج وقال من أنهم سنرد وسنرد بقوة وأن كبار المسؤولين في الأيام الأولى قالوا كلام قوي جدا في موضوع الرد وأن عدم الرد أو تأخر طويلا جدا يتأخر هذا هذا سيضر بنا بشدة لا ظاير ليس هناك مشكل أن نتأخر أيام أخرى أو حتى أسبوع آخر ولذلك هناك نقاش يكيد أحيانا يصل إلى النزاع داخل إيران في هذه القضية حسب بعض التسريبات وحسب بعض المعلومات التي أستطيع أن أقول أنها صحيحة أن هناك رأيين حقيقة وأن هناك خلاف ما بين رأي براغماتي بين قوسين يقول علينا أن نرد ولكن ليس الآن وأن نختار الرد مثلا باغتيال شخصية أو وزير من المتطرفين أو وبالتالي يكون مقابل للتالي ولكن أن لا نرد ردا كبيرا بحيث أو بسواريخ وطائرات إلى آخره ويؤدي ذلك إلى أن الولايات المتحدة تقوم بتدميرنا وتدمير خاصة المشروع النووي لهم على أبواب إنتاج القنبلة النووية إيران ستنتج القنبلة النووية في كثير من الدراسات الأجنبية مش فقط الغربية قبل نهاية هذا العام إذن مرة أخرى نعود ونقول أن إيران في معضلة حقيقة ديلم دايلاما ولكن إذا كانت هذه المعضلة في إيران فهي أيضا في إسرائيل في إسرائيل المعضلة تكبر لأن انتظارهم للرد يجعلهم في حالة توطر توطر سياسي توطر اقتصادي توطر تجاري توطر اجتماعي مغادرة آلاف الإسرائيليين يغادرون تقريبا كل أسبوع الآن وأحيانا يزيد العدد عن 10 15 ألف في الأسبوع الواحد وأيضا الانشقاقات داخل الكيان فهم أيضا هذه معضلة بالنسبة لحزب الله أيضا معضلة فهو إذا لم يرد يكون قد انهار تماما الردع لديه نصر الله كان خرج وقال أن هذه المرة سنرد وسنرد بقوة ويتحدث طبعا الرد على فؤاد شكر اللي كان قائد الجيش أو قائد أركان جيش حزب الله ولكن لحزب الله اعتبارات أخرى اعتبارات لبنانية ضغوطات لبنانية وأيضا اعتبارات إيرانية فحزب الله دعم رئيسي إمكانياته أمواله سلاحه تقريبا كله إيراني وبالتالي لن يتخذ قرارا دون أن يعود إلى طهران وهذا في حد ذاته يشكل أيضا بالنسبة إليهم إشكال هل سيكون رد بعض الناس بعض إخواننا يقول لك لا لن يكون هناك رد أنا في اعتقادي هناك ردود أكيد الآن مدى هذا الرد حزب الله سيرد حتما لكن ما هو مدى هذا الرد هذا هو السؤال هل سيكون ردا حقيقيا قويا مدمرا كما توعد نصر الله وآخرين من الحزب أم يكون محدود ومحسوب هذا هو السؤال اللي يطرح بالنسبة لإيران أتوقع أيضا أنه سيكون هناك رد ولكن القضية هو متى وهل أيضا سيكون كما أعلنوا في الأيام الأولى من أنه سيكون ردا استثنائيا يرمم الردع ويضع إسرائيل أنها تدفع ثمان غاليا أم أنهم سيلجأون إلى البراجماتية الفارسية المعروفة تاريخيا والتي تعمقت مع الأيام وبالتالي قد يقومون برد لإحدى الشخصيات الإسرائيلية ويقولون أن هذا هو ردنا حتى ولو تفشل العمل الذي يقوم به سنرى في قادم الأيام والحقيقة وأنا أسمع في هذا الخبر كنت علقت عليه البارك خلنا نسمعه مرة أخرى علقت الخبر كان عام لكن الآن هنا في خبر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية للتحقيق مع الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية وطالب المدعي العام القضاة باتخاذ قرار عاجل بشأن إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ووزير الدفاع يو أف جالنت ورفض الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات وأطراف أخرى واعتبر خان في طلبه الذي نشرته المحكمة أن أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا على حقوق الضحايا هذا الموقف موقف كريم خان وهو المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أي نائب العام إذا شئنا بلغتنا في الجزائر وإعادته عادة طرح الموضوع طبعا كان هو طرح هذا الأمر قبل حول ثلاثة أشهر وكان حدث الضغوطات رهيبة ضده وهددوه الكونغرسمان في الولايات المتحدة بأنه سيستهدفونه شخصيا وأسرته ويستهدفون مساعده الأقربين وكان هجوم عنيف عليه تحدثنا عليها في وقتها لكنه عاد الآن وتحدث كريم خان لمن لا يعرفه هو مسلم من أصول باكستانية وهو بريطاني بريطاني مسلم يقيم في بريطانيا في الأصل وهو الآن طبعا مقيم في هولندا باعتباره نائب عام للمحكمة الجناية الدولية ما الذي جعل كريم خان يعيد الآن وهو يعرف أن أصفته شخصيا يعني ومساعدي يتعرضون لضغوطات شديدة وأنه تعرض لضغوطات شديدة أيضا في الأشهر الأخيرة وأن حتى كان في حديث من أن المصاد اخترقت المحكمة وكانت تتجسس عليه هو ومن معه وكانت الحكومة الهولندية قالت يوم بأن ستحقق بهذا الموضوع أعتقادي أن خروج هذه المرة من جديد هو بعد أن شعر بنوع من الإطمئنان أو نوع من الضمنات التي قدمت هذه الحكومة البريطانية الجديدة الحكومة البريطانية الجديدة للإنصاف مقارنة بالحكومة السابقة موقفها أفضل دعنا نقول بعبارة أقل سوء موقفها في أربع وخمس نقاط أقل سوء بكثير أو أفضل مثلا في قضية وقف بيع السلاح الآن يتحدثون على إنكانية توقيف بيع السلاح تجميل بيع السلاح هذا أقل سوء من الحكومة السابقة التي كانت تبيع وأحيانا تقدم أسلحة للكيان وبدون توقف الأمر الثاني أن وزير خارجيتها تبنى وحتى رئيس الحكومة تبنى خطاب شديد في قضية المدنيين وقتل المدنيين على عكس الحكومة السابقة التي كانت تتبنى خطاب أكثر دعما لإسرائيل من أنه حديث على القانون الدولي وعلى مقتل المدنيين الأمر الثالث وربما هذا هو الأهم اللي يعني كريم خان مباشرة هو أن الحكومة البريطانية حسب المصادر شبه رسمية قالت من أنها أو رسمية حتى قالت من أنها لن تعترض على إصدار إصدار هذا لتوقفات إصدار توقيف لنيتنياهو و لغاراند وهذا القول كلفهم الكثير فعندما ذهب وزير الخارجية البريطانية قبل حول أسبوعين إلى تل أبيب رفض نتنياهو استقباله صحيح وزارة الخارجية البريطانية قالت أنه لم يكن مقرر لقاءه بنتنياهو ولكن أعتقد أنه كان هناك رفض لأنه تواجد مع وزير الخارجية الفرنسي في نفس التوقيت واستقبل نتنياهو وزير الخارجية الفرنسي في حين اعترض أو لم يقبل استقبال وزير رئيسيا لهذا الكيان ونعرف أن بريطانيا لعبت الدور الرئيسي في نشأته وفي قيامه ونعرف أن بريطانيا هي التي كانت تستعمر فلسطين ونعرف أن بريطانيا هي التي عطت وعد بيلفور وهي التي نقلت اليهود حتى قبل الحرب العالمية الثانية بمئات الآلاف أو بعشرات الآلاف على الأقل في البداية إلى هذا الكيان إلى فلسطين يومه لم يكن هناك كيان نعرف كل هذا هذا الموقف أعتقد وهو تحول في الحكومة البريطانية اللي جاء بالمناسبة لم يأتي هكذا من فرق إنما كانت هناك ضغوطات ومظاهرات واحتجاجات تم لبريطانيا وكان هناك وانتخب أربع نواب مسلمين كلهم اللي هما من أنصار غزة وانتخب عدد من اليساريين داخل حزب العمال اللي هو مجموعة الطيارات الآن اللي هما من أنصار غزة كل هذا جعل والسياسيين في الغرب ينظرون إلى التوازنات كثير منهم لا يتوقف كثيرا عند المبادئ والقيم إنما يشوف التوازنات يشوف صبر الأراء يشوف الرأي العام يشوف التوازنات داخل الحزب التوازنات السياسية العامة إلى آخره هذا كله خلات سارمر رئيس الحكومة الحالي اللي كان ماشي في الأيام مواقف صهاينا المتطرفة يصبح الآن عنده حتى خصومة ويصبح تصريحات فيها نوع من الإزعاج للكياد لذلك أعتقد أن هذا هو الذي دفع أو شجع أو ربما أعطيت ضمنات إضافية في اللقاءات الخاصة لكريم خان وهو بريطاني وأعطيت له بأنه اذهب ونحن خلفك إذا كانت الحكومة السابقة كانت ضدك وكان هذا مزعج لك بكل تأكيد فإن الحكومة الحالية هي خلفك برد النظر إذا كانت خلفوا بصدق وبحق لأنهم يريدون أن يطبقوا القانون الدولي وبريطانيا كانت أحد إحدى الدول الأساسية التي صنعت القانون الدولي أو أنهم لحسابات واعتبارات انتخابية ستارمر مثلا وهو نائب عن منطقة كامدن فاز هذه المرة صحيح بالمنصب لكن فاز بنسبة أقل بكثير من الفوز السابق يعني كامدن ومنطقة كامدن هذه التي تواجد فيها فيها عداد معتبرة من المسلمين ومن اليسريين أيضا فكاذا يفقد المنصب انتاعه تخيلوا لو أنه فقد منصبه حتى لو فاز حزب العمال كانت ستكون كارثة بالنسبة لهم وعيس الحزب يفقد منصب لكن فقد آلاف الأصوات التي كانت معه المرة الماضية إذن هناك توازنات وهناك تغيرات وهذه التغيرات وإن كان لم تحدث ما يجب لحد الآن في غزة وهو وقف الهمجية الصهيونية والقتل والضمار والتجويع لكن بعض التوازنات ستأتي بنتائجها لا تعتقدوا أنها عندما تتوقف الحرب ستتوقف الكوارث على الكيان هناك كوارث لن يعود لن تعود أبداً أو هناك أوضاع لن تعود أبداً لما كانت عليه وهي الصورة صورة الضحية أن هذا الكيان هو ضحية وأنه الهولوكوست ناشفت هولوكوست وما زال تشوفوا على المباشر صورة أنه ديمقراطية صورة أنه حقوق إنسان صورة أنه جيش الأكثر أخلاقية في العالم كل هذه الصور تهدمت وتكسرت واعتقد إلى الأبد هذا إذا بقي ونحن نعرف أن حتى كبار بعض كبار أقطاب هذا النظام أو مؤرخيه هذا الكيان يقولون بأنه لن يبقى طويلاً سيتفكك وهم الآن في حالة التشتت وقد يدخلون قريباً في حالة التفكك خلينا نعاود ونذكروا أيضاً وهذه المرة بالفيديو أيضاً ما قاله رئيس الحكومة السابق رئيس الحكومة السابق ويهود ألمرت بعد ما كتب الرسالة أمس وانشرها في هارتس أمس وقالت لكم منها مقاطع اليوم كان في قنوات إسرائيلية خلنا نسمعو نصف دقيقة أو أقل مما قالوا الخلاصة اللي قالها هنا أن الحكومة الإسرائيلية القائمة اليوم هي أكبر عدو لدولة إسرائيل وأنه يدعو قادة الأجهزة الأمنية للاستقالة وأنه يطالب وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الشباك ورئيس المصاد بالاستقالة فوراً ومواجهة نتنياهو بذلك وأن هذا فقط الذي سيوقف جنون نتنياهو ومن معه هذا هو نفس موقف هذا يهود ألمرت ولكن أيضاً كان باراك يهود باراك عنده أيضاً نفس الموقف وهو رئيسه الزراء السابق الآن يتحدثون على الرئيس ما يسمى برئيس الدولة عندهم الحالي أيضاً بدأ يصبح عنده نفس الموقف وزير الدفاع عنده نفس الموقف قادة الأجهزة الأمنية عندهم نفس الموقف قادة المعارضة عندهم نفس الموقف أي أن هناك تفكك حقيقي داخل هذا الكيان في الطبقة السياسية لكن ليس فقط في الطبقة السياسية ما زالت المظاهرات تملأ هذا الكيان وبعشرات الألف اليوم كانت فيه مظاهرات فيها عشرات الألف من الإسرائيليين الذين خارجوا في عدد من المدن في الحقيقة خارجوا للتظاهر خلنا نشوفوا واحدة منها أو اثنين قبل ما نشوفوا المظاهرة خلنا نشوفوا هذا كان هناك مؤتمر هذا في المؤتمر الديمقراطي مؤتمر حزب الديمقراطي هذا والد محتجز إسرائيلي يتحدث خلنا نسمعوا أيضاً قليل مما قال لم يسمحوا داخل الحزب الديمقراطي في مؤتمر هذا اللي انتهى أول أمس لم يسمحوا للفلسطينيين أن يتحدثوا لكن سمحوا لهذا الإسرائيليين وهؤلاء الإسرائيليين الذين تحدثوا هم أسر الأسرة والحقيقة أنهم قالوا كلام كان سيقوله الفلسطينيين أيضاً كان سيقوله الفلسطينيين أيضاً وهو يجب وقف هذه الحرب هم طبعاً يركزون دائماً على أسرهم يسموهم رعائن ولكن في نفس الوقت يقولون أنه يجب أن تتوقف الحرب وأن أسرانا لن يعودوا بدون توقف الحرب بدون صفقة لن يعودوا والحقيقة أن كامالا هارس شفت اليوم الفيديو عندما تحدثت عن غزة كان هناك تصفيق طويل لها بالرغم من أنها لم تقول شيء استثنائي أو خاص ولكن تحدثت عما يعانيه الأطفال والنساء والمدنيين وكان هذا في حد ذاته وكأنه إعطاء نوع من الأمل للجناح داخل حزب الديمقراطي الجناح اليساري والمسلمين هناك من أنها ستغير السياسات الراهنة ليس مؤكداً لكن على الأقل خضعت من حيث الخطاب إلى التغيير ولو قليلاً هؤلاء أيضاً اللي كانوا هناك طالبوا بالرئيس الأمريكي أن يضغط للصفقة وقالوا أن نتنياهو مستمر في جهاد الصفقة إلى آخرها يحملون نتنياهو الحقيقة ليس نتنياهو الذي يتحمل فقط نتنياهو وكبار الوزراء معاه مثل سموتريتش وبنغفير وآخرين ويتحمل قضية الصفقة أما الهامجية فيتحملها كل الذين كانوا وما زالوا في المناصب بما فيه وزير الدفاع وأجهزتهم الأمنية المختلفة هنا أو ما فيش داعي لها هي مؤلمة صور مؤلمة ما فيش داعي لها بالنسبة لهارتس هذه الصحيفة قالت من أن نتنياهو يقود إسرائيل إلى مفترق طرق خطير بين صفقة الرهاين أو التصعيد أي أنهم الآن يقولون إذا ما فيش صفقة في هذه الأيام أمس انتقل أحد قيادة المقاومة من قطر ذهب إلى القاهرة لكي بعد ضغوطات لكي يحضر هناك لعل تكون هناك صفقة لا أعتقد أنها ستكون هناك صفقة لأن باختصار بسيط الآن الوضع الآن ما بين الطرحين طرح المقاومة وطرح نتنياهو الفرق كبير وشاسع جدا أكثر من أي وقت مضى لكن الأمريكيين ما زالوا يبثون نوع من الأمل من أنهم سيصلون إلى صفقة هذا خطيب في بيت لحم أحد الفلسطينيين في إحدى المساجد شوفوا شي يقول على عباس هذا طبعا نره تحت تحت الميليشيات انت عباس مع ذلك قال كلمة قوية يؤكد ما قلناه ونقوله دائما من أن هذه الميليشيات ليسوا إلا عملاء للصهاينة وقيادتها التي سرعت بتحركاتها واتصالاتها للتحضير لدوته رئيس السلفة وأعباء القيادة الفلسطينية إلى قطاعها وهي تكون استعدادها الكامل لتسلم القطاع بعد القضاء على المنية التحضية للمجاهدين والحركة المسلحة لتعيد إكرارة جربتها في الكفة بكفاءة وربما أعلى بعد الخطرة التي اكتسبتها اكتسبتها في التنسيق الأممي وخدمة الاحتلال وملاحقة المجاهدين وتسليم المقوبين ولا يخزنون من أنبوسهم عندما يعلم خدماتهم في تسوية الأمور بعد الحرب ويظن أنفسهم بغاية الدكاء وهم يصورون هذا الدول بالدول المغولي وكأنهم لا يخزن لتحليل غزة وإن طاباتها سيكون غزة إن سمح لهم كياريهم بإمني يهود وتحت بساطير كنوب يهود ليؤكدوا بأن السوفة والملاد منها هي شاحبة الهداء ليسوا إلا عملاء هاو يقول هاهم وعلى بعد أمتار منهم أو كيلومترات منهم طبعا اعتقل فيما بعد مع آخر المعلومات تقول أنه اعتقل لكن قال كلمة حق قال كلمة حق طبعا تزلزلهم الكلمات الحق هذا وهم أيضا في السلطة الحلسطينية عندهم مثل ما عندنا وزير شؤون دينية يبعث لهم بما يقولون وما لا يقولون ولكن هذا الإمام فضل أن يقول كلمة حق وإن دفع الثمن تقول قد يعذب حتى الموت بعض الناس عذبوا في السلطة الفلسطينية هذه حتى الموت قد طبعا يطرد ممكن إذا كان يأخذ أجر لنحلو الأجر إذا عنده أولاد في مكان ما يضغطوا عليهم إلى آخره لكن كلمة الحق لها ثمن ليعتقد أنه لواجه الباطل ولن يلحقه أذى أذى مادي أو أذى معنوي أذى جسدي أو أذى نفسي أذى في عرضه أو أذى في جسده ليعتقد ذلك ما هوش إنسان طبيعي إذا كنت من أصحاب الحق فستدفع الثمن إذا كنت من أصحاب الحق فستدفعين الثمن إذا ما دفعتش الثمن أو ما دفعتش الثمن وأنت على حق أو تقول الحق فأعلم أنك إما لا تقول الحق أو أنك تقول باطل أو أنك تعتقد أنك تقول الحق أو أن العالم قد أصبح وكأنه جنة وطبعا العالم ليس جنة إذن لأنه مرات ما زالت أصلني بعض إخواننا ينزعجون حتى بعضهم ينزعج لأجلي لأنه يشوف هجومات يشوف كوارث يشوف سبي شوف شتم وأنا كنت قلت دائما وسأعيد هذا أنا تبرعت بعرضي لله سبحانه وتعالى وأنا أعرف أنني عندما قررت أن أخوض معركة الحق علىنا قبل حوالي ثلاثين عام فكنت أعرف أن هناك أثمان تدفع أقل شي هو الهجوم على شخصك على نفسك على أسرتك على عائلتك على أولادك على أقل شي أقل شي هو الشيطن أقل شي هو تصويرك في أبشع صورة ممكنة رمي البهتان عليك بكل الطرق أقل شي لكن مش هذا فقط الحقيقة دفعنا أثمان أخرى لكن نعرف أن هذا هو الثمان إذا كنت دافع الحق وهناك من دفع أكثر منها إذا كنت على حق فاعلم أن هناك ثمن يدفع لا نقاش في ذلك أقلها كما قلنا يدفع من عرضك ويدفع من صورتك وتدفع من السفهاء وما يقولون فيك لكن نحن نعرف وهؤلاء يعرفون والذين يدفعون عن الحق يعرفون هناك صنفين من ناس لذين يدفعون عن الحق صنف يؤمن بالله فهو يدفع عن الحق ويعرف أن كل ما يتعرض له هنا ستأتي نتيجة هناك في اليوم الآخر وأنه قد تأتي نتيجة في الدنيا قد تأتي نتيجة وتنتصر في الدنيا لكن أكيد أن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا يضيع أجر الصابرين ولا يضيع أجر المصلحين أكيد وهناك من لا يؤمن بالله يعني من أقوام أخرى وأمام أخرى ومع ذلك يثبت على الحق فهؤلاء على الأقل يعتقدون أنهم على حق ويدفعون الثمن ويستمرون في دفع الثمن بس أشوف الفرق بيننا وبينهم أنهم موش ينتظروا في جزاء آخر نحن لدينا ذلك الانتظار لأننا لدينا تلك العقيدة وبالتالي المفروض أننا نحن الذين نؤمن باليوم الآخر ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عادلا وأنه سينصف كل مظلوم ضد كل ظالم كيفما كانت الأوضاع والظروف يجب أن تكون لدينا طاقة معنوية وعقدية وعقائدية وأقلاقية مليون مرة أكثر من الذين لا يؤمنون وهذا هو الفرق لكن بعضنا هو مؤمن نظريا لكن في العمق لم يجسد لم يفعل ذلك الإيمان وبالتالي يتعب يعي يكره يقلق ينزعش أو حتى ربما قد ينقلب لأنه لم يفعل ذلك يعني عند الكنز رهيب ما فعلتوش وهو كنز أن ما أقوم به ما عندوش فقط جزاء دنيوي عندو جزاء أخروي إذا عمقت هذه الفكرة في ذهنك ستتجاوز كل الصعوبات كل المعوقات كل الظروف الصعبة كل الهموم كل الغم كل الكوارث كل الهجومات ستتجاوزها وأنت في حالة أكاد أقول في حالة سرور ترجمة نانسي قنقر